مادة رئيسية بالنسبة للأداب واللغات والعلوم بالنسبة للعلوم الطبيعية والرياضيات كذلك ضيوفي في الأستوديو هو سيد مونير مجرال وأستاذ في مادة العلوم الفلسفية وأمين شاوش وهو مدرس للعلوم الطبيعي أهلا بك سيد مونير مرحبا بك أمين مرحبا بك أهلا بارك الله فيكم الاستضافة وفيك باركة وشكرا لكم عن الحضور كذلك أستهل الحديث معك سيد مونير كأستاذ في مادة العلوم أو في مادة الفلسفة فعفوا كنت طلعت على امتحان الفلسفة بالنسبة للآداب كيف وجدته من حيث المواضيع من حيث المدة الزمنية التي مقدمة له مقامة بطبيعة السؤال أولا شكرا على الاستضافة الكريمة طبعا نحن نهني التلاميذ الحقيقة على حفل الامتحانات ونتمنى لهم النجاح ودخل للوطن في الحقيقة نتكلم على الموضوع من حيث الشكل ومن حيث المضمون في الحقيقة من حيث الشكل فهو مقبول يعني أنهم يتناولون تلاميذ دائما كما تعودنا ثلاث أسئلة مقالتين ونص بالنسبة للمضمون في الحقيقة هو المضمون أن في الإطار المعرفي أن الموضوع في الحقيقة جميعها واردة في البرنامج يمكن ذكرها حتى هذا يمكن ذكرها في الحقيقة الحكم المطلق بالنسبة للدولة فهو درس في الحقيقة فيه موجود فكذلك بالنسبة للعلوم الإنسانية هل هي يمكن أن تسمو إلى مصاف العلوم الطبيعية كما أقول هذه الجدلية نعم وعندنا النص كذلك بالنسبة إلى يعني عموما فإن التلميذ الذي جده واجدهد وتتبع الأستاذ في الحقيقة في جميع الأدوات في جميع الوسائل البيتراجية التي يستعملها ذلك الكسف الحقيقة يجدون نفسه بدرجة الصعوبة إذا قيمت من واحدة إلى عشرة في هذا الموضوع في الدات المخصص للفلسفة نعم هو في الحقيقة نقول أنه في متناول التلميذ المتوسط التلميذ المتوسط أما الضعيف الحقيقة لا يجدون نفسه في هذا الموضوع يعني بالنسبة للمواضيع هذه تحتاج إلى أولا يعني متابعة مع الأستاذ من بداية السنة إلى نهاية السنة أما التلميذ الذين يدخلون ويخرجون ويعني المقالات الجاهزة إلى آخرية أظن أنهم لا يجدون أنفسهم في هذا الموضوع دعني سأعود إليك سيد مونير بعد قليل حتى نتحدث عن الصعوبة بالنسبة لمدة الفلسفة عند التلميذ بصفة عامة أني شاوش أنت مدرس لمدة العلوم يعني تخصص وقتك ليس كأستاذ بالثانوية لكن تخصص وقتك بما أن تخصصك في الجامعة هو العلوم لتلاميذ البكالوريا لحدك يوم أمس وأنت تقوم بتدريسهم اليوم كيف وجدت مدة العلوم كيف جاءت بالنسبة للشعب العلمية قبل كل شيء شكرا للاستضافة التي حفيتنا بها الموضوع تمادة العلوم يعني موضوع سهل بالمقارنة معه وش كانوا يهضروا على الرياضيات يعني بمقارنة معه المواد اللي سبقه نظن بلي الموضوع هذا يمكن جميع طالبه يمكن حتى الطالب اللي يكون ماندوش يعني مستوى عالي يمكن يجوب على جميع الأسئلة اللي فيه بالإضافة الموضوع الأول كان فيه يعني تمارين سهلة موضوع الثاني نوعا ما ذكروا لهم مادة يعني جديدة ذكروا لهم موضعية جديدة لم يكنوا تطرقوا لها مقبل أما الموضوع الأول الوضعيات اللي كانوا فيه يعني سهلة جدا أمين سعود إليك بالتدقيق عن هذه الوضعيات لأنه الآن سترصد لنا زميلتين نادية زعيت وكذلك هاجزليل فالآراء من البوليدة وكذلك من أين انتهت نادية وسعود إليك أمين شاوش حول مادة العلوم مدام كان الحديث حول مادة الفلسفة سيد مونيك كنت تستمع للمترشحة كانت تجيب يعني حتى إجابتها بعضها منطقية وإجابات أخرى أنت تحفظت عليها على الأقل من إيماءات وجهك ما هي الأمور التي تحفظت على مقالته هذه المترشحة وربما يشع بين المترشحين كذلك شكرا أولا يعني بنسبة لها أولا التلاميذ والذين التلاميذ الذين سيقبلون على البكالوريا في أولا أن البرنامج فيه سنة ولما نقول سنة ما هوش ثلاثي ولا أثنين معناها أن إذا شفنا مثلا السؤال الثاني هو سؤال يتعلق ب آخر الدروس معناها تلاميذ من بداية السنة لعنده لعنده حب يتصل الجامعة ويكون عندنا إيطاع في المستقبل معناها لازم يلازم المقعد الدراسي يعني من البداية سنشوف تلاميذ معنى تولتي لولة ما يغادرون هذا هي يشع أنه مثلا سيكون هناك تركيز على الفصل الثاني خاصة مع الإدرابة التي حصلت أنه بعد التلاميذ يقوموا حساباتهم الشخصية يقول لك مستحيل أنه يكون من الفصل الثاني وهذه هي المشكلة ما هذه المشكلة لماذا؟ لأن التلاميذ قال حظ أعطيني ثلاثة مقالات أو أربعة والروح يعني لا ليست هكذا تفهم الفلسفة الفلسفة هي تفكير نقدي هي تفكير عالمي تفكير يعني يخلي الإنسان يندمج في المجتمع ويكون إنسان يعني قادر للنقد عندما يستمع وهذه المشاكل تعالى الاجتماعية في الحق لماذا هذا التقافر؟ لأننا تحشين الفلسفة لو كنا كلنا نتكلم عن الفلسفة نتكلم في الدار في الفلسفة نتكلم في الشارع فلسفة الربيع العربي هو الناس الذين لا يدرسون الفلسفة الفلسفة هي عالمية ولذلك نقول هؤلاء التلاميذ أنتم مفاتيح المستقبل يعني الإنسان اللي ما يروح يقرأ الفلسفة ما يقرأش مقالة ولا اثنين وثلاثة يحطها في جيبه وقال طيح ولا ما طيحش يعني ما هيش قضية حظ وانا اسم هذا يعني ما تقوليش فلسفة تقولي لعبات لعبة شطرانج أو شيء من هذا القبيل خلينا سيدوني بعد قليل سأترى إلى نقطة اعتبار الفلسفة ومادة اعتماد الحفظ في مادة الفلسفة والجانب التحليلي أعود إليك أمين شاوش كمدرس للعنوم الطبيعية لاحظنا المتدخين من البوليدة وأنت بالبوليدة كذلك أنهم علقوا على بدأ سهولة الموضوع واصل في تحليلك لانتحان الموضوع يعني كان من ناحية الفكرية كان فيه أفكار الأساسية اللي كانين في البرنامج يعني ما دخلوش يعني لبعض ينقولوا الجزئيات بازوا على الجزئيات أو شيء من هذا القبيل يعني بازوا على الأفكار الأساسية في البرنامج يعني أي تلميذ يحكم ملخص ملخص فقط فيه أهم الأفكار في البرنامج يقدر يجاوب على الموضوع الأول الموضوع الأول كان طرق لي من البنية الفراغية كان موضوعين يسهل فيه أفكار بسيطة كل أستاذ إلا يقدم هذه الأفكار في الدرس الموضوع بالتمرين الأول كان يتحدث على الاتصال العصبي الاتصال العصبي قدموا لي سؤالين سؤال شامل هذا السؤال الشامل يعني طرقوا فيه لأهم البروتينات الغشائية المتدخلة هذه البروتينات يعني أي أستاذ إلا وقراهم كامل يعني ما كانش فكرة جزئية لأستاذ يعني تغاضع ليها قلب يمكن ما تطيعش ما قدماش للتلميذة يعني أهم الأفكار اللي كانوا كانين كامل حطوهم في الموضوع القول إذا قارناه بالعام الماضي قارناه بالعام الماضي يمكن نقوله أسهل بكثير بالنسبة للموضوع الأول الموضوع الثاني كان فيه بعض من الأفكار كان نوضعوا مادة إشكالية علمية جديدة ما تطرقوش عليها اللي باك اللي سبق يعني نقولهم حاجة يعني لطالبة أفرحوا يعني بالمقارنة الموضوع تعال الرياضيات خرجتوا تبكوا ضكوا بيننا في العلوم وخرجوا شيئا تضحكوا وفرحونا شوية تبكوا 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 تغمونا تعبلي تعبناه يعني أما حسونا بالتعبلي تعبناه ما رأيش الباطل ديجي حناية درنا لهم ريفيزيون يعني نقيس سمانة سمان درنا لهم دورة دورة في مادة العلوم عودنا فيها البرنامج كامل أسبوع نقرروا فيهم الأفكار 80 ولا 90 بالمئة من الأفكار كامل قدرت نقيسها في سمانة واحدة لو كان طاولنا الديطاي في الموضوع كان بعض باكالوريا في باكالوريا فيهم 15 باكالوريا فيهم 16 فيهم نديطاي يعني فيهم أفكار ما طاحت مقبل فيهم إنزيمات ما قرناها مش ما نعرفها يعني إشكالية علمية جديدة هذوك ما نقدروش زيما التلميذ يواجه صعوبة يزمي يفهم دورة الإنزيم باش يقدر في راسه يقارنه مع الدرس ويقدر يجاوب أما في ذلك الباكالوريا أسئلة مباشرة سؤال جواب يعني عطتني نقطة مهمة جدا أمين أنه حتى العام السابق كان هناك حديث عن تطوير مستوى وغيره المستوى إذا تطور لا يتطور بالسهولة لا لا سمحيني لا يكونش هكذاك التطوير المستوى لا يكونش بالحفظ هناك كما سمحيني الموضوع الأول في أسئلة حفظ يعني تقدر مقاتل لمادة العلوم لا يجب أن تتعمل عن الحفظ لا هذه المشكلة كما تمرين الأول ما تطني كامل الوثيقة تطني السؤال نقدر نجاوب لك من دون أن نقرأ وثيقة من دون أن نقارن ما بين الوثائق هذا يعني حفظ ما الذي اختبره هذا الامتحان أساسا مدد العلوم ما الذي اختبرته في التلميذ والمترشيات المتغرية اختبرته في التلميذ نلاحظ بالإنزيمات في الموضوع الثاني هي التي كانت في إشكالية علمية خلينا نوضح حتى نجد الفروق الفروقات ما بين التلاميذ حتى لا يكون الجميع نختبر فيهم درجة الفهم حتى يتميز البعض عن آخر هذه حقيقة هذه كانت في الموضوع الثاني في التمرينة الإنزيمات يعني فيه بعض المعلومات اللي يلزم محد يخدم رأسه يعني يلزم يتفطن لوشكين المعلومات باش يقدر يجاوب أما الموضوع الأول فيه بعض الأسئل ما نقدرش نقول يعني تقريبا جل الأسئلة هي أسئلة مباشرة يعني تقرأ سؤال من دون أن تقرأ وثيقة تقدر تجاوب ما هو الفخ الذي تم استخدامه في السؤال الثاني؟ هل هناك فخ أو لا؟ يعني الأساتي دا يملون إلى وضع فخ حتى يختبروا ذكاء الموضوع الثاني يعني كان في الإنزيمات فقط يعني اللي يقرأ للإنزيمات يحط رأسه فيه يسيب بعض الأفكار اللي شوية مخبية يعني لازم يفهم الدور تهلي المادة اللي وضعوها بعدها باش تقدر تجاوبها لأسئلة أما في الموضوع الأول كلها أسئلة مباشرة حتى التمرين الأخير تتنفس عليه ثم نقاط ثم نقاط كلها أسئلة مباشرة يعني سؤال جواب سؤال جواب مرحل الأولى طيني للأتي بي المتشكل مباشر يعني يمكن حافظها نقدر ندخل نجاوب تزالي يقدر يضمن عشرة بين جرد الإجابة على السئلات عشرة اللي يمكن نقوله در مراجعة أسبوع يدي عشرة بالقليل بالقليل أما اللي يكون قاري عام كامل نتوقع إن شاء الله بربي يقدر يدي حتى فوق الخمسة عشر إن شاء الله ولكن ما يقري يدي خمسة عشر ما ننسوش بالرياضيات شو يصعبونهم يعني كتقول لنا العلوم دلهم سهل إجباري دلهم سهل إذا دلتلوا في العلوم صعيب وفي رياضيات صعيب ما كاشه يطلع للجميع تأكيد خلينا أنت تتحدث عن العلامات سيد مونير لأن العلامة في المواد الأدبية لا يمكن أن نصل إليها بهذه السهولة ليست واحد زائد واحد اثنان سيد مونير لماذا لا نصل إلى معدلات مرتفعة أو عملية الصحيح أصلا المواد في العلوم الإنسانية لغير الفلسفة والأدب العربي كل ما يعتمد على الإنشاء صعب جدا وصعب أنه نصل إلى تلميذ يتحصل على 15 و 16 في الفلسفة إن سيدتي الفاضلة إن عدونا الأساسي هو في الحقيقة تحنيطه العقل تحنيطه العقل عن طريق الأفكار المسبقة في الحقيقة أنا أستطيع أن أخالفك الرأي لماذا؟ لأن فيه تلميذ سبقهم صححنا أوراقهم كانوا أدوه عشرين في الفلسفة؟ في الفلسفة نعم عشرين هل من المنطق أنه يتحصل تلميذ على عشرين في الفلسفة؟ نعم نعم مادة يعني كائن جزئيات في المقدمة جزئيات في التحليل جزئيات في الخاتمة نرعيها يعني 18-19-20 ولما لا؟ ولما لا؟ ليست مادة مسقطة كما يزعم البعض مادة كجميع المواد مادة للتفكير صحيح أنها تخرج على إطار الحفظ ومخاطبة الذاكرة نحن نخاطب الإبداع التلميذ عندما ي لكن المقياس يكون فيه نوعا ما نسبي ليس كالمواد العلمية ورياضيات يعني قياس الإجابة يكون نسبي أنت أدرى لأنه مجال تحصك نعم سيدتي الضادلة أولا الفلسفة تمشي مع التنشيئة الاجتماعية هل نحن في المنزل نستخدم الخطاب الفلسفي بين الأب والأم والأطفال في الشارع مع السلطة مع كذا الخطاب الفلسفي هو كبناه في الحقيقة هل نحن نعتمد نحن نعتمد محادثات المقاهل في جميع محادثاتنا ولذلك أنا أقترح أننا في هذا الفلسفة معنا نتعلم الفكرة النقدي ولا نخاطب الذاكرة لا نخاطب الذاكرة نخاطب الإبداع كيف نصل بنغتنا إلى مستوى العالمية إلى مستوى الخطاب المبدع أن هؤلاء التلميذ يحفظون مقالات وفعل نفاجه أن التلميذ في القسم لا يغيب نهائيا سنة كاملة وفي الأخير قلت نجحته في البكالوريا بمعدل كذا كيف هذه البكالوريا؟ البكالوريا يعني من هنا راح نتكلم على إطار الدولة المستقبلي إذا كان البكالوريا تمشي بالغش والبكالوريا تمشي بالمشعر بالحفظ يحفظ مقالاتي هذه حفظ المقالات في الفلسفة يعني أمر قريب جدا أن تحفظ مقالة تماما وتوضع مشكلة يعني أنا أنتفض أنا أنتفض يعني كيف أن التلميذ يتكلم عن الفلسفة يحفظ كيف وصلنا إلى هذه الفكرة؟ ليست ترسبة من الثانوية؟ لا بالله ما هي مقالة من الثانوية ترسبة مجتمع لكن بدأت الفلسفة جديدة بالنسبة للتلميذ يعني يبدأها من الثانوي يبدأها من الثانوي ولكن في الحقيقة منها تكلمش يعني ما هي عن نص نص التلميذ ما يقدرش يقرأ سطر يتجنب النص يتجنب النص دائما آخر خيار بالنسبة للتلميذ ولذلك حتى سامحا يعني حتى بعض الأساتذة من نعممش إن هناك أساتذة أكفاء أساتذة في المستوى أساتذة يعني من المدرسة الجزائرية في الحقيقة اللي نفتخر بها ولكن سامحا بعض الأساتذة يعني قالها حفظ لي رتة مقالات ربعة مقالات هو شطيح القزان نتكلم وقت لا لا الفلسفة مدى للفكرية مدى للنقد مدى للتحليل يعني كيف ما التلميذ يوصل الجامعة ما يعرفش يتكلم على يعني حتى الخطاب الخطاب بينه وبين في المجتمع ما نتكلموا على الخطاب حتى نتكلم على تألمون سوا حتى السياسيين ما كانش خطاب فلسفي يعني الفلسفة في السياسة الفلسفة في الأقتصاد الفلسفة في البيت بيني وبين زوجتي لا بد أن نتكلم فلسفة ولما لا الفلسفة بيني وبين أولادي بين الأساتذة والتلامير يعني في الحقيقة هل استصغرنا دور الفلسفة اليوم لأن كل الدول توجهت نحوها وربما حتى الدول المقدمة لا أعرف التوجه لكن حتى في الخطابات اليوم هو تدعيم العلوم التجريبية العلوم الطبيعي كل ما هو ملموس التكنولوجيات وتركن هذه المواد الأدبية نوعا ما وخلينا حتى شائع في الثانويات وأنت أدرى أستاذ موني وكذلك أستاذ آمين أن المتخصين في العلوم يرون بنظرة دونية إلى المتخصين في الأداب وشعبة الأداب وشعبة الفلسفة والله يا أستاذتي يا أستاذة الفاضل أنا أتكلم من هذا المنبر المتواضع ممكن نرجع وممكن ما نرجعش المجتمع الذي الذي لا يقرأ الفلسفة مجتمع ردي مجتمع متخلف مجتمع لا تقيم له قائمة يعني في الحقيقة الفلسفة هي الخطاب النقدي الخطاب الإبداعي يعني في الحقيقة اسمحيلي فقط نعرج على المواضيع نعرج على المواضيع وحتى لا أطلع أريد أن تدخل أمين فيما يتعلق قليلا عشر عن الفلسفة 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 هي يمكن جامعة الطلبية يجب أن يقرأوها ممتاز هذا من علمي يعني يتكلم عنها حتى في مادة العلوم يجب أن يكون أدرى بالفلسفة لماذا؟ نحن في أسئلة العلوم نقدم الإشكالية الإشكالية اللي يجي تخمين يعني فكرة تفكير فلسفي بعدها نقدم الفراضية يعني نقدم إجابة أولية قبل أن نذهب للإستنتاج قبل أن نذهب للإستخلاص يعني رأني قدمت فراضية وش كوني كان يقدمني الفراضيات هم فلسفة يعني يلزم يلزم تكون عندك تفكير فلسفي باش تقدر تجاوب على المواضيع يلزم تكون عندك تخمين يقول يقدمني فرضية. فرضية تخمين. هي تفكير. يعني يلزم تكون عندك أمة نظرة فلسفية. وهي أمة العلوم على كل أم. يعني منها نتلقوا جميع العلوم. يعني وكل ما كانش عندي فلاسفة. ما كانش توغلنا يعني في الإجابات. وقدرنا العلماء يخموا بشي يوصلون لإستنتاجات كبيرة. علىها قلتكم دائما دائما الفلسفة رأي تسبق العلوم. دائما دائما إشكالية. يليها ماذا فرضية. يعني قدم فرضية. بلا من دير برهن تجريبي. يليها باش ندي البرهن تجريبي. يعني في المرحلة الآخيرة فقط باش تدخل العلوم. ممتاز. وصل سيد مونير. لأنه علمي تحبك في مجالك. شرف. شرف للفلسفة. هذا شرف للفلسفة. وفعلا هو ما يتكلم لزيس سيد الأستاذ. أنا فقط فرج على أعرج الموضوع لأن التلاميذ طبعا رمي ينتظرونا بنسبة لمواضيع الفلسفة. الإخماع ومش عارفك إلى آخره. هذه ما يسميها فريد الحلول السحرية. قال لك لي ما وصلش نعرف بيكون القارس. وليستهم التلاميذ. فعلا هناك تلاميذ جدي من بداية السنة إلى نهاية سنة. يحضر مع الأستاذ إلى آخره. يحاول كذا. أما هناك تلاميذ يغيبون. يقرأ فصل. التلميذ التي تكلمت على الإضراب. دعنا تبدو مشتهدة يا أستاذ. حتى وإن كانت مشتهدة. يوقعين تلاميذ يفرحوا بالإضراب. تصوري. هذا كارثة كارثة. معنى التلميذ يقرأ ثلاثة أشهر ويغيب. ثم في الأخير قال أنا تلميذ مرشح البكانوري. نتكلم عن الأسئلة. بالنسبة للأسئلة يعني ما هو من الصعوبة فهه. السؤال الأول هو عندك في الفصل الأول قرأته. وبعنوانه بالنسبة للحكم المطلق. طبعا عنوان الحكم المطلق. العنوان يعني هو اللي يخليك تجول. بالنسبة للسؤال الثاني. بالنسبة للعلوم الإنسانية. طبعا في آخر. هذا بالنسبة للتلميذ. نقول لهم شوفوا الأسئلة. تقدر تحطي حتى من ثلاثة ثالثة. لا تغيبوا. أنت ترشح. من بداية السنة إلى نهاية السنة. تلميذ يغيبوا. يتلقىهم البرة. يروحوا للتجمعات. يخلوا الأستاذ ساعات يروحوا واحدة للقس. تاون كارثة. ومن بعد يقول أنه يتغاشر. يتغاشر يموت. يتغاشر يموت. سبحون التلميذ. يعني لاش؟ لازم نقرأه. لازم نقرأه. إنه مجتمع. شوفوا المجتمعات كلها. المجتمعات المتحذرة. اليوم في العالم. إلا ما ششع المدرسة. مجتمعات متخلفة. مجتمعاته تبقى متخلفة. البيترون ريزون. ولكن بالنسبة لي. يبقى لنا الثروة الحقيقية. هي ثروة العلم. التلميذ. حتى يقول من هذا المنبر للسيدة الوزيرة. أحرصوه. أحرصونا على العلم. أحرصونا على العلم. يقول لنا من التكنولوجيا الجي نتيجة للعلم. إنها والتلميذ يغيبوا. رحوا الجامعة تشوفوا كوارد. رحوا يشوفوا بين الجامعة الكوارد. ولذلك أنا ما ننخلش في التفاصيل. وهما أهل وما ندري بشعابها. نقول لهؤلاء. في الحقيقة الفلسفة هذه مادة. في الحقيقة المفروض أنها في مادة الفلسفة نستريح. لا نتكيش ولم نتغاش. ولكن لقى التلميذ في المادة الفلسفة واحد يتغاش إلى كريه. ولكن العيب زماننا ونعيب فينا. شكرا. شكرا لك أستاذ. أنا تخدها. أنا عندي رأي ضد الأستاذ. ما عليش هذا أن أرى أنها مستوحة. من ناحية التلميذ. يقول لك أنا من رحش الليسي ولا هكذا. كل التلميذ عنده حجر تتبعه. كل التلميذ عنده حجر تتبعه. أنا كيقول لك التلميذ ما حبيتش أن نروح نقرأ. حبيش نروح ليسي مانيش نستفيد يمكن عنده الحق في حاجة وحدة وشنوهية بعد ما دارونام حنا في ولاية البريدة اضرب لأربعة أشهر أربعة أشهر جابونام أساتذة مستخلفين هذو الأساتذة مستخلفين أنت تلميذ تريد أن تدرس مدلة العلوم يجيو استاذ بالورقة يقرأ ليو يمليلي يقرأ الدرس ورو يمليلي أكتب 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 من ناحية الذهنية للتلميذ ما يتقبلهاش ما تهمه يقدرش يروح يقرأ يجي لي أنا يقول لي يا شيخ كنت ديدنا وقات يا شيخ ربي حفظك ما تدفع هذه الحاجة منيش فهمها يا شيخ أستاذ منهان ما عرف هاش أستاذ مستخلفوني سامحوني أستاذ المستخلفين هذو اللي يجبوهم هو فانك الله غالب عليه أنت تكون مريحة تصلك ورقة يقول لك يلزم تكون محظر الدرس تيعك يلزم تيطلك وقت هم طولهم شو وقت هيروح ديرك تتقري ليس يأثر على الإلقاء يأثر على النقل المعلومة أثر على كل شو منها التلميذ ماشي يتقبلها ما أنت بالضرورة التلميذ أحي تغيب على المدارس هذي بش تكون أولاها نتجاوز هذا التحليل البافلوفي أستاذ التلميذ مديوربا أتو عافية لأسوف اليوم أستاذ خلصة فايا تحليل البافلوفي هذا نخليه ويعني تلميذ راكي الجندي في المعركة تلميذ راكي في المدرسة هذي القصة الإنضيباط هذا هو القصة الإنضيباط شوفي يا أستاذ شوفي يا سمحيلي كل شي نستهين به كل شي نستهين به إلا المدرسة حذاري 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 لأن المشكلة اليوم في مجتمعنا ما نقري أننا عدنا ثروة ولكن نحن فقاراء للعلم لما نكون في المستوى كذا نتكلم عن الدول المتحذرة دول المتحذرة يعني قبل ثلاثة قرون ولا قرنين لم تكن بهذا الثراء الفكري يوم ولكن لما لبست لباس العلم لما لبست لباس العلم هايليك الدول المتحذرة هايليك نحن معنى الثروة الحقيقية ليس ثروة الباطن ما هو باطن في الأرض ولكن الثروة الحقيقية هي ثروة العقول خليني أستاذ 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 بحسن نترجعش عن الموضوع بتعقيم صغير أمين فقط ونغدلك لنا استفضل أمين أنا المذبية نهدر على المدرسة المدرسة بالضبط يعني ما نهدرش على حاجة خارج المدرسة المدرسة الجزائرية على الإضراب هذا أثر عليهم ما صابوا لهم التلميذ التلميذ مش هيتقبلها المعلومة منه علاها معلومة تمليلي حاجة للك تمليلي حاجة للك ما كش تشرح لي ما كش تقدم لي إضافة ما تقدم ليش إضافة أنا منضيحش وقتي عندك وهذه الحالة اللي شهدت عليها أنت أمين بالضبط بولاية البوليدة جميع التلميذ أمين مش حابش يدخل يقرأ على ما يدخلش يقرأ ما كاش لي قريه كين أسل بعض التلميذ عندهم الحق خويا أنا أربع شهور ونسايا دار لي لقراب وما تتعيط لي تقول لي بعدها عاودوا تقول له تقول لي أروح لي نعود ريفيزيلي كل واحدة الأولى كامل نقريها لك ونعاود نكمل لك لا لا كان بعض الأسات إذا ربي يخفر لهم كان على بلهم بليح يديروا إضرابات وش داروا في البديتها العام بدأوا يرون كم يقولوا يرون فورسي وفي الدروس عاوض ما يدر لي درس يدي المجال الزمني تتعو كامل لا لا جميع المواد كانوا يسرعوا من واتيرة الإلقاء كانوا يسرعوا من واتيرة الإلقاء وبالتالي التلميذ هو المتضرر الواحد لماذا تلميذ لماذا يشتكي لماذا رح دائما الأستاذ تعد دورس خصية على هو اللي رح يقدم المعلومة وكما يحب ولو أنا آمين هذه الحالة لأنها خاصة بالبليدة سيد بونير كذلك لأن حال وضعي بالبليدة كانت بهذا الشكل خلي حتى نختم معك فقط أنت أشرت إلى سؤالي حول المقال خلينا عني النص النص بالنسبة للشعب التي تكون فيها الفلسفة مادة أساسية يتجنبون تحليل النص ومن يذهب لتحليل النص هو من لم يقم بالحفظ تماما ولم يراجع فيذهب إلى تحليله بطريقته الخاصة نعم اسمحي لي بالنسبة للنص فرح كذلك هو يتكلم على علم النفس علم النفس هو مجتمع الجميع يعني في الحقيقة أنا نتكلم على حاجة ما كانش حاجة صعبة وما كانش حاجة سهلة هو الصعب فينا والسهل فينا معنى التلميذ المحذر جيدا يجاو التلميذ اللي محذر يعني يعاول يعني التعريق الجديد في التربياء قال نحذر درس فلاني ودرس فلاني أعطيني التعريق أعطيني كذا يعني كأن حيانا نتصوري نوصله نوصله نلقوا تلميذ ديران كورديون كورديون درس كامل يعني تفكير تفكير شيطاني في النقل عادوا دقاء نكونوا بدعون في الإبداع الإبداع في المادة مثلا إلى آخر رانا وصلنا للفضاء إبداع نبدعه في النقل كيفاش نغش كيفاش كذا صوري صداتي الفاضلة والله 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 من هذا المنبر المتواضع وأقوله يعني نعيبوا نحن المدرس نعيبوا المدرسة حتى التلميذ حتى في جزء من الأيب نوصله أشك أستسمحكم سادة المشاهدين يضعوا أيات قرآنية تحت كذا وينقلوا إلى آخره يعني منظومة الأخلاقية أخلاقية ليس فقط عن التربية والعلم اليوم كل لابد أن يعالج كل لابد أن يعالج ولذلك هذا الإغماء وهذا كذا ألا في الحقيقة أنا نجاوزها تلميذ محضر جيدا يقدر يجاوز السؤال الأول موجود السؤال الثاني موجود والسؤال الثالث موجود ما كاش حاجة خارجة ما جبناها شمال فضاء قرعها تلميذ طرقها تلميذ طبعا تلميذ اللي يعني نتكلم على تلميذ على المستقبل اللي رحين يجوزوا في البكالوريا لسنة قديمة من بداية سنة إلى مئة سنة وحتى يعني استسمحك أستاذ يعني حتى بعض المدرسين يعني يعني يستنى المادة فقط يستنى المادة نتكلم على بعض الدورة الخصوصية ولا أعمل بعض الدورة الخصوصية يعني يخلي عشر أيام عشرين يوم ما هي إجابتك آمين مدى أنت مدرس كذلك لدورة الخصوصية كارثة كارثة لأنه أمين تجربة هو بولاية البلاد يقوم بهذه الدورة الخصوصية بالنسبة لدورة الخصوصية يعني ما نشوفوش احنا دائما أستاذ يعني المادة هي اللي الدفع ويدير دورة خصوصية علش حاجة لولا الأستاذ اللي يدير دورة خصوصية راه يتعب يتعب كثير من الأستاذ اللي راه في الليسي يعني باش تكونوا على في الصورة الأستاذ اللي يكون في الليسي عنده جميع دورة خصوصية يقدمها فقط أما الأستاذ اللي يكون دورة خصوصية يتعب كثير 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 علىها جميع الواحدة إلا هو يحضرهم نفسه هو يحضرهم هو يخدم كما نقول مواقق ملفات يعني لبوليكوب هذا وnan جيد هو ليدير الملخصات هو ليدير هو ليدير وهو ليدير وأيضا نراهم طالب يعني بإضافات إضافة أكثر من الأستاذ كما على الأستاذ على درس خصية بعض الطلبة التي تلفت لها دقيقات تالية قال لي أن أستاذ حتى الربيع صباحا هم يصقصوا فيها لا أستطيع أن أرجع التلميذ لا أستطيع أن أخلص الوقت لا تستطيع أن يكتفي باللي عندك لا فرضا فرضا تمرين الثالث تمرين الثالثة على الوحدة الأولى قدرتهم في في الباجات مدرسة التي نقرر فيها مدرسة التي نقرر فيها قدرتهم على ثلاثة أصبح تمرين الدرس نفسه ثمان نقاط عليه ثمان نقاط في العلوم ثمان يام معامل ستة نفسه نفسه والإيطاح نفسه والإيطاح عليها ثلاثة أصبح وشكون بإلحاء من الطلبة يقول يا شيخ ربيع حفظك لو كان يا شيخ دعود لنا غير عكذا خفيفة ضريف يا شيخ تلفت لي في ذلك الحاجة ماشي مشكلة لا يروح سيبه هم عندي لي ميصاج في فيبر واحدة حوالي ستين رسالة فقط من برح من السادسة حتى للربيع صباحا حاولي حتى ستين ميصاج بلا الفيسبوك بلا إلى آخره كل التلاميذ يسق سيك يلزم تجاوبه الله غالب عليه دايما نخذه بعين احتبار اضرب لأربعة أشهر وما صبنا لهمش الحل وكان صبنا لهم الحل ما يصراش هذا اللي كان درنا لهم دوارات عينا يعني قدمنا باش نقدره لو كان الأستاذ اللي كان في الليسي كمل لهم البروغرام يعني كمل لهم البروغرام يمكن كان التلميذ يستغني على هذه الإضافات يستغني على الدقيقة الأخيرة وما زالهم معي يطولي ما زال يقول لك شيخ زيدنا كان بعض طالبة جوني للدار وانا استقبلتهم بعض طالبة جوني للدار وانا استقبلتهم الأستاذ اللي دير دروس خصية هو اللي يستقبلهم يعني باش تكون لعن يعني كل حاجة ضفنا لها غير على جل طالبه وصلنا تخيبا لخيتهم وبالنسبة للدخل سمحيني بالخف بالنسبة للدفع يعني احنا كنا ميخلصونا سيفريم يخلصونا باش نقرهم ولكن تبعوني مليح ما شي جاميع اللي ما عندوش روي خلص لا لا اللي ما عندو روي يقرأ اللي ما عندوش روي يقرأ اللي يقول لي عندي عشر الاف دخل تقرأ اللي ما عندوش كامل يقرأ عن كامل باطل يعني ما نش اللي بيت تعنا داي من دراهم يعني ما نزيد شذي الإضافات يعني نصهر الليالي معاهم ونزيد ووسط فكه أمين باختصار سيد باختصار سديد أنا لا أتهم حقاة دروس الخصوصية يتعين وإضافة ولكن حذاري دروس الخصوصية لتعادة البزنس حذاري لأنهم يروحوا فيها تلاميذ مساكم وشدير وليد وراءة العدلة الاجتماعية وراءة تلميذ اللي ما عندهوش يدفع منسك ما يقدرش يقرع معنى المدرسة دائرة للجميع المدرسة هي الصح ونقاش آخر بالنسبة لنقول للتلاميذ يعني ما هوش شيء صعب اللي يخافه بالنسبة لتصحيح راو تصحيح موضوعي يعني كي نسلم التنقيط إلى آخره وما يفجعوش وإن شاء الله فيها خير ونقول للتلاميذ من التوفيق النجاح في شهادة البكالورة أكيد باختصار شديد أمين باختصار شديد بالنسبة لل الأساتذة يعني تدروس خصوصية حجم ليحة وش ذكري كيكثر ذو الأساتذة تدروس خصوصية وكي تنافس ما بين الأساتذة تنافس في حاجة في الإبداع يعني الأستاذ رو يطور نفسه يجب أن يطور نفسه بشي يكسب تلاميذ أستاذ آخر أيضا يطور نفسه أكثر وأكثر كان ذوكا ظهرت حاجة ظهرت اليوتيب يعني في اليوتيب رامي يقدر أساتذة رامي يدرسه من اليوتيب يعني تلميذ في اليوتيب يعني المعلومة يمحاطة به من جميع النواحي يعني حاجة مليحة هذه يعني من استغصروا هاش هذه يعني حاجة يمليحها أكيد أكيد وكل مجهود يعني ثمن أمين شاوش ماذا تريد أمين أنت تستغل الفرصة مدامنا عن المباشر خلي ما نحرجوكش باختصار من فضلك لأنه مجال لا يفتح لله نقدم إهداء الجميع الطالبين اللي قرأوا عندي يعني في العام كامل بنسبة الوداء للعيق وبنسبة الولاد يعيش اللي حضروا الدورة نقولهم هانيئن لكم هانيئن هانيئن لأن جميع الأفكار اللي قدمناهم طاحت وإن شاء الله يا ربي ربي وفقهم ويهداء للطاقم يعني تعالى المدرسة بنسبة بدون تشهيب الأسامي بدون تشهيب الأسامي نسألنا هنا للقيام بأي إعلانات أمين شاوش وسيد مونير مجرالو جزيلا شكرا لكم